عايز عليك يعني يا إبراهيم الشناوي خلاص هيغيب وللأسف خسارة كبيرة جدا بس معروف حاليس مرمى بنفس الواجبات اللي هيلعبها محمد نفس الواجبات بقى كل واحد حصل مهاراته محمد صلاح وقصيب من المباراة قبل المضايا فخلاص عرفنا نشوفها نعوض ازاي اه محمد صلاح لا يعوض ولكن عرفنا ازاي نتعامل الجديد بقى عند ده اللقتي ان احنا بنفقد إمام عشور في المباراة التاركون هو إمام عشور واحد من أفضل اللاعبين في المباراتين الماضياتين كيفية تعويض إمام عشور واللي كان إمام عشور بيعمله وهنخسره إن شاء الله حد غيره يعوضه بس هنخسره في المباراة القادمة المشكلة الأكبر في غياب إمام عشور تحديدة يا كريم إن إمام عشور مفيش لعيب شبهه في منتخب مصر يعني في القائمة اللي موجودة دلوقتي في كوتفور مفيش لعيب شبه إمام عشور مفيش لعيب بيقدر يقوم بالأدوار اللي بيقوم بها في الموجودين مع المنتخب واللي موجودين داخل الدور المصري ممكن هم لسه مش لعيبة دولية أو ما خدوش مساحة كبيرة إن هم ممكن يبقوا مؤهلين يقوموا بالدور دوان في بطولة مجمعة زي دي في القائمة اللي موجودين مع منتخب مصر في كوتفور مفيش لعيب شبه إمام عشور إمام عشور هو المطور أو المحرك بتاع منتخب مصر من وسط الملعب اللاعب الوحيد اللي قادر أنه يعمل بول كارينج أو ياخد الكرة مسافة 15-20 متر يتحرك بالكرة واللعب الوحيد اللي قادر يتحرك ما بين الخطوط ويربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم واللعب الوحيد اللي قادر يوصل لحد منطقة الجزاء ويسدد أو يدي باص في منطقة الجزاء مفيش لعب في وسط ملعب منتخب مصر بيقدر يقوم باللي بيعمله إمام عشور بنفس الكواليتي اللي بيعمله إمام عشور إمام عشور عنده ميزة تانية إنه دايماً بيبقى متحرك في كل أرجاء الملعب عشان يربط هو دايماً بيحاول يبقى هو الفريمان اللي في وسط ملعب منتخب مصر هو دايماً اللي بيحاول هتلاقيه موجود ناحية اليمين عشان يبقى هو راس المسلس أو الفريمان اللي بيتحرك يخرج المنتخب من الضغط بيتحرك في قلب الملعب يعني لما نجي نبص على خريطة الأماكن اللي لمس فيها إمام عشور الكرة في المباراتين اللعبهم سواء أصاد غانا أو في المبارات التانية دي الأول أرقام إمام عشور معانا هو لعب مجمل المباريات 195 دقيقة 31 تمرير 31 صحيحة من 80 تمرير تزديد على المرمى في المباراة معدل يعني 2.3 من 10 إنه 1.3 من 10 على المرمى 1.2 من 10 استعاد الكرة في المباراة الوحدة 9.7 كرة تقريباً بيستعادهم إمام عشور في المباراة الوحدة فدي أرقام زي التمرات المفتاحية دي بتوضح لك إنه هو يعني صناعة الفرص للزملاء وده اللي كنا بنتكلم فيها إنه هو بيوصل عند حدود منطقة الجزائي بيصنع الكرة وهو ما كانش بيكتفي بدون استعادت الكرة عشر مرات الاستعادة دي لبور ريكاوري أو قطع الكرة أو التاكلين عشر مرات ده رقم كبير جداً جداً وبيوضح قدي المجهود البدني الكبير اللي هو كان بيعمله عشان يغطي مساحة الملعب كله في وسط الملعب سواء هجومين أو حتى دفاعين إنه كان بيساعد بمجهوده البدن الكبير دوان بيدي لروي فيتوريا خيار إنه ممكن في وقت ملأوقات زي ما عمل أساطة كابفيرديا أو أساطة غانا إنه يلعب الأربعة أو أربعة أو أثنين لأنه بيقدر يوم بالدورين لكن النقطة الأهم بالنسبة لي اللي ما فيش حد شبهه فيها تحديداً هي الجزء الهجومي وعدت تحركاته دايماً في كل أرجال ملعب إنه يربط ما بين الخطوط وإنه دايماً يبقى الفريمان لما نجي نبص لخريطة أماكن استلامه للكرة هنلاقي إنه هو موجود بيستلم الكرة في كل منطقة في نص ملعب الخصم وحتى في نص ملعب منتخب مصر هو دايماً اللي بيحاول يخرج المنتخب هو دايماً اللي بيحاول يبقى موجود سواء على الطرف يمين أو طرف شمال على حدود منطقة الجزاء بيسدد هو دايماً اللي موجود هو دايماً اللي بيعمل الرابط ده المشكلة الكبيرة اللي هتواجه روي فيتوريا إنه مفيش حد شبهه لازم يعني توقعي إنه لازم هيحصل تغيير في طريقة اللعب أو في المهام ممكن الخيار اللي اتجه ليه روي فيتوريا في مباراة كابفيردي أو مباراة غانا في آخرة الأربعة أربعة أتنين أتوقع ممكن يبقى حل من الحلول الأول هي دي معنا الخريطة اللي بنكلم فيها أماكن استلام إمام عشور في المباراة الأولى أو صد غانا بعد كده لما نروح للمباراة الثانية هنلاقي برضو أماكن استلامه وتفرقها في الملعب كورو إيه اللي روي فيتوريا ممكن يعمله أتوقع إنه ممكن الاتجاه لفكرة الأربعة أربعة أتنين أو الأربعة أتنين 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 بنبقى يوكل الموضوع إنه يبقى أتنين بيفوت في نص الملعب اتنين مهمهم الدفاعية أكتر شوية إنهما يخرجوا الكورة أكتر شوية مرون عطية لازم هيكون لعب أساسي من الاتنين بعد مستوى كبير اللي قدمه أتوقع يكون الخيار الثاني جنبه هيكون هو حمدي فاتحي خاصة إنه محمد النيني بقيت شوية عن مستوى من بداية البطولة هيكون جنبه مرون عطية حمدي فاتحي ممكن دي هتعمل مشكلة شوية إنه مرون عطية هو اللي هيكون منوت لي أكتر إنه هو اللي يخرج بالكورة من خط الدفاع هو اللي دايما ينزل يستلم حمدي فاتحي ما بقاش عنده الحتة دي بالشكل اللي كان فيه قبل كده بعد ما تحول اللعب مركز 8 اللي بيكمل دايما لمنطقة الجزاء بس ده يتطلب على المنتخب لو تحول لل4-4-2 من بداية المباراة ما تجهش اللعب في نص مباراة إنه هو يحول طريقة لعب وإنه هو يحول دايما يختارك منطرف الملعب ممكن تقولي التشكيل أنت شايفه أفضل لمنتخب مصر دايما الكروه محمد أبو جبل محمد هاني أحمد حجازي محمد عبد المنعم أحمد فتوح حمد فتحي وماروان عطية محمود حسن تريزجي زيزو عمر مرموش ومصطفى محمد بس يكون دايما الاتجاه يعني بشوف طريقة اللعب إنه يكون خروجنا دايما بالكورة أو اختراقنا للكورة من على طرف الملعب نحن نحاول دايما نعمل أوبرلود إن عمر مرموش يقدر يتحرك دايما ناحية الشمال على سبيل المثال يعمل سلاسي مع تريزجي مع أحمد فتوح النحية الثانية مع زيزو ومحمد هاني أعتقد دايما ممكن تحل شوية مشكلة غياب إمام عشور تحديد